بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فهناك عبارة شائعة ذائعة لحجة الإسلام وحبر الأمة أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي رضي الله عنه واسطة عقد علماء الإسلام ومجدد المئة الخامسة الذي شهد له القاصي والداني بالعلم والفضل والتقدم والذي كانت طريقته التجديدية سببا في عز الإسلام وعودة بيت المقدس على أيدي تلاميذه النجباء كنور الدين الشهيد أو تلاميذ تلاميذه كصلاح الدين الأيوب الذي ما كان يفارقه إحياء علوم الدين هذه المقولة مشتهرة في الكتب عند أحبابه وعند أعدائه عند أحباب الإمام الغزالي وهم عادة العقلاء الأذكياء الذين يفهمون الكلام لأن هذا إمام المتكلمين وعند أعدائه الذين يلتمسون النقيصة في هذا الحبر الجليل حيث يحملونها على غير وجهها أما الأولون فهم يحملونها وقيد الحيثية مراعى ماذا يقصد بهذا الكلام هذا الكلام لم يصدر من إنسان عادي صدر من إنسان بحر حبر من علوم الإسلام من علماء عظماء الإسلام ألا وهي مقولته ليس في الإمكان أبدع مما كان وهنا بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه وإمداده نبين معناها الصحيح الذي يغلق ملف البحث فيها قال أناس بأن الغزال يريد بأن الله تعالى عاجز أن يخلق أحسن من هذه المخلوقات هذا التفكير الباطل لا يقع فيه الأطفال لكن مع هذا هكذا توهموا حتى جاء واحد اسمه البقاعي ألف كتابا سمى رسالة تهديم الأركان على قاعدة ليس في الإمكان يهدم أركانها فماذا يريد الغزالي؟ الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بيّن أنه لو شاء أن يخلق أحسن من هذا الخلق لا فعل والقرآن يفيض بهذا جدا لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون كثير كثير جدا لو أردنا لو أراد الله كثير جدا الوقت لا يتسع لبعض للأدلة على هذا وأصلا هذا ليس موضع نزاع لا نزاع فيه بين المسلمين بأن الله تعالى قادر أن يخلق الإنسان على هيئة غير الهيئة التي هو عليها وأفضل منها وأن يجعله بدل أن يدخل الخلاء أن يرشح من جسده المسك هذا الله قادر على هذا ولكن اقتضت مشيئته خلاف ذلك وهو أن يشعر الإنسان بالعبودية كل يوم وأن يشعره بالحاجة والاضطرار بحيث لا يرفع رأسه كما قالت تلك المرأة لذلك الطاغية يعني للحجاج أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت تحمل عذرة في بطنك فيعني لماذا ترفع رأسك الله تعالى أراد الإنسان أن يكون هكذا لا يرفع رأسه بأن يكون عبدا دائما لله سبحانه وتعالى طيب القدرة الإلهية قادرة أن تفعل أحسن من هذا هذا أمر لا ينازع فيه الغزالي طيب ما معنى مقولة الغزالي بس انتبه إليه جيدا وخذ نفسا عميقا وكن مستعدا لتفهم إذا كنت مستعدا لتفهم ستفهم بإذن الله تعالى الإرادة الإلهية متى تعلقت بخلق الكون؟ الآن يعني حدثت يعني مثلا أو هي أزلية؟ ها؟ الإرادة أزلية صفة لله تعالى ليس لها بداية وليس لنهاية طيب إذا الإرادة أزلية علم الله تعالى قديم أم حادث؟ أزلي أيضا طيب حينما حتى كلمة حينما لا تساعد على كلامي لماذا لأن حينما وعندما وكذا هذه الظروف يعني تدل على أنا مخلوق لا أستطيع أن أفهم الخالق إلا من خلال القوانين التي أنا أستعملها كلمة حينما أو عندما أو لما هذه كلها الظروف ولا تناسب الإرادة الإلهية التي ليس لها بداية وليس لها نهاية طيب تعلقت إرادة الله تعالى في الكون بأن يخلق على هذه الطريقة هل يمكن أن يكون على غير ما تعلقت الإرادة؟ لا يمكن طيب علم الله أن أبا جهل سيكون كافرا وأن أبا بكر سيكون صديقا الإرادة لاحظ أزلية أبدية تعلقت بذلك والعلم قطعي وأيضا أزل أبدي تعلق بذلك هل يمكن لأبي بكر أن يكون على خلاف ما تعلقت قدرة الله به؟ لا يمكن طيب الممكن هذا قابل لوجوه شتى من صور الإمكان كل ممكن تراه في الكون الآن الشمس القمر النجوم الإنسان ذات الإنسان قابل لإحتمالات هائلة جدا والله تعالى قادر أزل أن يغير أو يبدل لأن المغير هو الله تعالى والمتغير هو المخلوق نظرتنا للكون من حيث كونه من الممكنات وأنه قابل لصور شتى لا تعد ولا تحد هذا في الأصل قبل أن تتعلقه ونحن تقول كلمة قبل وبعد لا تناسب المقام لأنه ما في بالنسبة لي أنا يعني الله تعالى ما في عنده قبل ولا بعد الكون في الأصل ما هو؟ قابل الإنسان قابل لصور شتى الله تعالى لو شاء وهذا لا ينازل في الغزال أن يكون على هيئة لا أقول لو شاء أزل أن يكون على غير هذه الهيئة سيكون كما أراد الله سبحانه وتعالى وسيكون باحتمالات هائلة لا حدود لها لكن لما تعلقت الإرادة وهي قديمة وتعلق العلم وهو قديم تعلق بهذا الأمر لن يكون إلا كما كان فهذا معنى قوله ليس في الإمكان أبتع مما كان لأن الإمكان في أصله قابل للصور شتى من التغير وهو تحت القدرة بلا شك طيب لما تعلقت الإرادة فخصصت الممكن ببعض ما يجوز عليه من صور الإمكان خصصته متى أزلا يعني بلا بداية خصصته أزلا ها إذن انتهت التخصيص ما عد في مجال التخصيص كل ما تراه من مخصصات يا بني يا أخي يا صديقي يا شيخي يا أستاذي كل الناس كل ما تراه كل ما تراه أنت هذا قد خصص خصص متى أزلا طيب هل يمكن الآن أن يكون على خلاف ما خصص أزلا أجيب لا يمكن لماذا لا يمكن لأنه تعلقت بالإرادة وتعلق أزلا والعلم القديم حكم بها يعني كشف ذلك طيب إذن زاوية النظر التي ينظر من خلالها حجة الإسلام الغزالي غير زاوية النظر التي ينظر إليها المعترضون المعترضون يعترضون من حيث كونه ممكن قابلا لشتى صور الإمكان ونظرتهم صحيحة ولكن الغزالي ما أراد هذا الغزالي أراد الممكن بعد أن تعلق به بعد أن خصصت الإرادة ومادام خصصت الإرادة لن يكون في الإمكان أبدع مما كان أضف عبارة تصحح لك الكلام وتبين لك مراد الغزالي ليس في الإمكان أبدع مما كان في علم الله تعالى حل الإشكال ورضي الله عنه الغزالي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين